من الواصية التي أوصى بها لقمان ابنه قال له يا بني إن الحكمة أجلست المساكين مجالس الملوك قل له لا تركن إلى الدنيا ولا تشغل ماذا قلبك بها فإنك لم تخلق لها الدنيا حكرت ماذا يقول لك إنسان ما كي صور بعادرية ولكن الناس هم لا يقولوا كذا كذا وتقرسه وتنفخ عليك أحد النملاء تود وضغط واحد وضغط واحد شوية وقال له أحد أخر فإن فلدي أداء أخذوا أخر أخر لا تتعرأ أحد أخر والمقارب فإن سألت فإنها أخر يتبقى دخول الغل الله أتنى تبقى لأداء الأخ وقتلك فلا تستطيع أبقى تمهتمت لتغول في الدنيا دون معلومة تغول في الدنيا وغصفها والله يميخوز منها إلا إذا شاء الله رب العالم النساء راحولك أنا راحيش للعذاب خايفين أنت عايش بخير يروع لخير حيث أنت متعلق بالله كم يقولون العلاقة علاقتان علاقة فيما بينك وبين ربك وعلاقة فيما بينك وبين الناس فإن أردت أن تسوى لك هذه العلاقة سوي العلاقة التي بينك وبين ربك أنت قد يقول العلاقة ربيهنك فاش سبحان خلاق الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم رب جبرايل وميكايل وإسرافين فاطر السماوات والأرض علم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإبنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم ثم أما بعد أيها الإخوة الكرام نسأل الله العظيم رب العرش الكريم الذي جمعني بكم في هذه الساعة الطيبة المباركة وهذه الدار الكريمة التي نسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك فيها وأن يبارك في القائمين عليها إنه لي ذلك والقادر عليه هذا هو الجسء الثاني من وصايا لقمان لابنه رحمه الله تعالى وهذا الجسء الثاني يتناول بيان الوصايا القيمة التي أوصى بها لقمان ابنه كي يطبح لنا أهميتها في طربية الأبناء على أسسها القويمة التي احددها هو لقمان حكيم رحمه الله تبارك وتعالى ذلك ذلك الأبو الرحيم الذي أطاه الله تبارك وتعالى الحكمة فهو ينظر إلى ابنه نظرة شفقة ورحمة وعطف وبيان جعل يوصيه بهذه الوصايا العظيمة المفيدة والتي ينبغي على الآباء أن يسلكوا مسلكه وأن يحذو حذوة في الاهتمام بياش الأبناء وما ينفعهم دنيا وآخرة فالأبناء مسؤولية جعالها الله تبارك وتعالى فياش أعناق الآباء والأمهات لا بد أن نعي هذا الأمر حتى نهتم به أكثر فإن لقمان الحكيم رضي الله عنه ورحمه الله تبارك وتعالى أرأى هذا فأعطاه حقه ومستحقه فكان يجالس ابنه فيعظه عندنا صورة صورة تسمى أو تحمل اسم هذا الرجل العظيم صورة لقمان وأخبر الله تبارك وتعالى بأنه هو الذي أعطاه وآتاه الحكمة فقدم على إثرها لقمان الأولى فالأولى لأنه وعظ ابنه بأوجة بحق ألا وهو التوحيد يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لا ظلم عظيم ثم جعل يسترسل فيه وصاياه رحمه الله تبارك وتعالى فكذلك فنكن ما ينبغي أن نطرق الأبناء وشأنهم بل يجب أن نقربهم إلينا وأن نجالسهم وأن نكلمهم ونستعمل إلينا في دعوة وفي التعامل معهم من الوصية التي أوصى بها لقمان ابنه قال له يا بني إن الحكمة هو عرف قدر الحكمة قال إن الحكمة أجلست المساكين مجالس الملوك وفعلا من أتاه الله تبارك وتعالى الحكمة فقد أتاه خيرا كثيرا والحكمة هي الإصابة لها معاني متعددة وكلها تصب في معنى واحد الحكمة مثلا قيل إنها الإصابة في القول وفي العمل وقيل إن الحكمة هي وضعك الشيء في مكانه المناسب إن الحكمة هي العلم مع العمل وهكذا وقال لقمان لابنه وهو يوصيه يا بني إذا أتيت مجلس قوم فارميهم بالسلام ثم مجلس ولا تنطق حتى تراهم نطق هذه هي وصية عظيمة أيضا قال إذا أتيت مجلس أناسين فارميهم بيش السلام سلم عليهم ثم مجلس ولا تنبس ببنتي شفك ما يقال حتى تراهم نطق وهذه من الحكمة من بغي أن تخوض في شيء لا شأن لك به من بغي أن تبادرهم بيش الكلام وقد لا يعني لك الأمر لا من قبل ولا من بعد واش بدل القضية عليك أن تتريث حتى ربما يهابونك لأن إطالة السكوت فيه فيه من يش لهيبة وتعرفون مثلا لما دخل رجل ذو هيبة دخل على أبي حنيفة رجل ذو هيبة دخل على أبي حنيفة فلاش الشيخ دولي حياتي نكتب فطال صمته فهابه الإمام أبي حنيفة وكان معه يش بعض تلامدته مع الإمام أبي أبي حنيفة فطال صمت الرجل واسدد لهيبة فلما وكان وكان أبي حنيفة قد مد رجلي فجمعهما جمع أبي حنيفة رجلي لأنه هاب الرجل ومن بغي أن يفعل يعني ما فاعله معه وهذا فيه نوع نوع من التوقير والتعظيم فلما مثلا يعني طال صمت هو إذ بالرجل يتكلم فلما تكلم الرجل أبان عن حقيقة يش نفسه فقال سؤال قال أبو حنيفة تفضل قال له آش متى قال متى يفتر الصائر يعني لي أبو الرجل سأل متى يفتر الصائر قال إذا غربت الشمس قال وإن لم تغريب الشمس فحينها قال أنا لأبي حنيفة أني مدرج له فما الدرج له متى هذا سؤال هذا كد قال متى سألوا ما زيان متى يعني يفتر الصائر واش عند مغيب الشمس أو عند آذان المغريب هذا سؤال يعني له حضر في الواجهات عنده عنده حضر ولكن تقول مثلا وإذا لم تغيب الشمس يقول هذا عاقل لما صمت هذا الرجل وطار عنه سامته أهابه كل من فيه عن المجد ومنهم يش أبو حنيفة رحمه الله تبقى لكن لما يش أبانا ماذا يش لأنه لأننا عندنا المقول قد تقول ثيابك ترفعك قبل جلوسك وكلامك يرفعك أو يذلك بعد جلوسك ليس شي غير وكلامك يذلك ألا وكلامك يرفعك أو يذلك إذا تكلم الإنسان بما هو حق يرفعه ماذا الكلام وإذا تكلم الإنسان بما هو يش يعني يحط فيش يعني يذله ويضاعه نعم إذن إذا أتيت مجلس قوم فيش فأرميه بي بالسلام ثم مجلس ولا تنطق هذا من الحكمة من الحكمة لا يتكلم الإنسان إلا إلا لمناسبة إذا دعت هذه لمناسبة إلى مدى كلام القضية حين هي تكلم الإنسان يعني شوف نحن نقول مثلا حين ما نأتي بأقوال أو بوصايا لقمان نأتي بها كي نترجمها إلى إلاش إلى واقع إلى عمل كي نغرزها في نفوس يعني أبناء ما القضية إن كان أعضاء الله تبارك وتعالى يحرسون كل الحرس على مدى على إفساد إبنائنا القضية فلنحرس نحن كل الحرس على مدى على إصلاحهم وعلى أن نغرز فيه مثل هذه الوصايا التي تنفعهم إن شاء الله في الدنيا قبل الآخرة وهذه مسؤولية عظيمة احتجوا إلى صبر وإلى مطابرة وإلى مواصلة ومتابعة وأن لا يقول إنسان عيت تعيبت لا استمر واصل وتابع حتى ينفع الله تبارك وتعال بيش بأقوالك وهذا يحتاج إلى مدى يحتاج إلى 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 علم وبالوصايا التي أوصى بها لقمان بناه قال يا بني لا ترك إلى الدنيا ولا تشغل قلبك بها فإنك لم تخلق لها شوف الوصايا شوف يعني سحوال الله العدس قل لي لا ترك إلى إلى الدنيا ولا تشغل مدى قلبك بها فإنك لم تخلق لها يعني الله تبارك وتعالى وطننا الحقيقي ما هو الله يرضى عليكم الجنة والجنة سلعة الله وسلعة الله الله يرضى عليكم غالية جدا تحتاج تحتاج إلى عمل والعمل والعمل سبب في دخول جنة بعد رحمة الله تبارك وتعالى وفضل الله عز لا بد مناش العمل فالعمل سبب والله أمرك به إلى الذين أمنوا وعملوا الصالحات لا بد مناش لإيمان الذي هو الأصل ثم تتبعه ماذا بالعمل الصالح كما في قولي عز وجل والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين أمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر هذه الأربعة إذا جمعتها تكون قد خلصت نفسك من الخسران الذي حكم الله به على كل إنسان هالأربعة لا بدأش أن تجمعها الإيمان والعمل الصالح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر قلنا الإيمان هو الحق ثم قلنا ماذا العمل الصالح لماذا لأن الإيمان هو قول وعمل قول وعمل قد يقول الأقل فلا يحتاج أن يذكر العمل ولكن ذكر العمل لماذا لإيمان يعني أهم وأعظم ليس لأهميتي أقول عن القضية عن نجل العلماء أنا عرف سيموسا من جفا يعني ذكر الخاص بعد العام يفيد الاهتمام يعني كذلك ولكن كان عندما القائد ذكر الخاص بعد العام يفيد دفع الإيهام كيف دفع الإيهام يعني حتى لأن عندنا وناس يقولون عندنا وناس يقول ماذا الإيمان في القلب ولا يشتغلون بالعمل ولا همهم العمل لا من قلب ولا معين وطائفة تسمى بالمرجئة طائفة تسمى بالمرجئة لأخر العمل يقول لك لا يضر مع الإيمان شيء يعني قل أنت لا إله إلى الله انتهى الأمر صفي أنت من الجنة معانا الآيات دل العمل كثيرة لا عدالها ولا أنه ولا حصر أجمل القضية حينما تقول تنصح إنسان بإيش سنة ما سنة ما مثلا أو تنصح بإيش اللحيتي أو بقصري أو بقصير ثوب يقول الإيمان رأى في القلب هل الإرزاء الإيمان رأى في القلب وقال رسول عليه الصلاة السلام ألا يعلم أن الإيمان في القلب وما عرف ها لا عرف من عرف صورته اللهم مبالك حتى قال باب من أرد كنا نعرف قراءته في النفس السرية بإضطراب لحيته شوف بإضطراب يكون الخلف باب أرد هو خلف النبي عليه الصلاة وكي عرف أنه يقرأ سرا لأنه عندنا أناس لأنه يجب أن نتفهم المسألة هذه يقرأ مدى نفس الظهر في الظهر يقرأ الله أكبر وهكذا هو رأى يقرأ رأى وصله الله يصل ها ليس الله رأى بأحكيم الحاكمين وبالك يقول بلا رأى قال وليس في القرية ولكن بالا قال بالا أبو أحد وش من القضية وش هذا نوع القرية معتبرة في صرح أو غير معتبرة غير معتبرة في صرح غير معتبرة في صرح تسمى الكلام النفسي غير المتطبع لا بد أن تحرك بأش الكلام 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 من مادة كلم وكلام معنى جرح كأنك تجرح الحروف عند خلق غير تجرح ولا بد أن نجرح تقول مثلا لا 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 الناس نقرأ نقرأ حيث اذا نقرأ هكذا ما نريد أن هو هو تجرح لا تحرك إلي لا فأت لا وعندما نشاهده من الأخوان جديدنا وعندما نشاهده من الأخوان جديدنا وعندما قلت أنه عند شفاية يرى ولكن عند التحقيق أنه لا لو تتحرك إذن لماذا نجمع هذا الخير؟ هو لا بد من العامة الإيمان قول وعمل واعتقال الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان حتى بالإيمان أشكال أبو ورد أنتم صحيح؟ الإيمان بدعون وسبعون أعلاها قول 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 القول لا إله إلا الله وأدناها عمل أو ليس عمل والحياة وشعب والحياة عمله ماذا؟ عمل لسان عمل جواريح عمل القلب القلب له أعلى كالتوكل وكل كالتوكل أعمل هي خاصة للقلب هذه الحالة تجمع لك بأن الإيمان قول وعمل وعنوا اعتقاد ولذلك قال الله إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات حتى ناتوا هما أن الإيمان لا يجتمل على عمل وأن لا أهميته ذكر ماذا؟ ذكر لك العمل تلقي الذين آمنوا وعملوا الصالحات عندك هم تقل بأن رايش؟ لا مرة لها مشيش يعني عنده شيء أهمية ولا كده لا بل لابد منهم ذكر العلماء ذكر الخاص بعد العام يفيد ماذا؟ دفع الإيهان أما ذكر الخاص بعد العام زيد يفيد الإئتمام هو مثلا من ذلك تكون مثلا ذلك العام مجتمل على أفراد ثم يعني أفريد فرض من ذلك الأفراد بالذكر من أجل أهميته أنا أقول ليه بحل ما ترى نحافظ على الصلوات والصلاة الوسطى أنا أخرجها الصلوات هذا لفد عام كي يجمعي الصلوات والصلاوات الخمسة جمعها مزيان ولكن أخرج أفراد لك صلاة من ذلك الصلوات أفرادها وخرجها لك من ذلك الزحمات العموم ياش باش مضي عشقه هي أهم الصلوات أعظم الصلاة الوسطى أعظم الصلاة هي الصلاة العصر واش قال له من فرده صلاة العصر فقد حبيطة عمله قال له افشي صلاة أخرى قال له فات الصلاة دي باش قال صلاة العصر لأن هنا هنا بشكل أشغال وكاده وشحال المسائد اللي يقير إخرها واش وفحد وفحد الحديث أخر قال صلى الله عليه وسلم من فرده صلاة العصر فكأنما وترى أهله وماله يعني فقد فقد جرده فكالله لا ري لا فلوس لا ولو دي الشعش كي جريت لقى مشا صلاة العصر واحدة سبحان الله رب العزيز واش بالقضية يعني لي بيت نقول لكم أنا مثلا وإن العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى حتى الحيتان في البحر واخا أيهما أعني أعظم وأهم واش للملائكة ولا الحوت جوقوني ملائكة ملائكة تكون ساكتين واش باقي واش باقي نشكو بأن نا ما سكت لكم رأى يوحي بشأنك أزيب دول الله قول يا الحوت كيف كرفة قول يا أكداك خير إن شاء الله اذا الملائكة هناك نشوفه عطف علاش واخا وإن الملائكة وإن طالبة وإن العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض واخا الأرض واش في البحر واخا البحر في الحوت وكيف يترجى ان تشوق بحفظ لكم ذكر الخاص بعد العام يفيد الاهتمام وذكر الخاص بعد العام يفيد دفع الايهام يعني هذا القصة او الكلام التي تقرأ سيبلك الاهتمام او دفع الايهام اذا الواصية التي اوصى بها عن الاقمان الاقمان ولده يقول لا ترك الى الدنيا ولا تشغل بالك بها فانك لم تخلق لها وقلنا بان الوطن دين الحقيقي هو هذا هو حب الوطن من الايمان هذا هو المقصود بحب الوطن من الايمان كما قال العسن وحب الوطن من الايمان كي قصبه ايش الجنة اجبال القضية كي قصبه ماذا جنة انه هو الوطن ديالك انتا قلنا اهبطوا منها زميع فاما ياتي انكم مني هدا فمن تبع هدايا فلا فلا خوف عليهم ولا هم والذين كفاروا وكثوا بيئتنا اولئك اصحاب النارهم فيها شوف الوطن يعني هبتم الله تبارك وتعالى هبتم الله تبارك وتعالى قلنا هبطوا بما اشترت الله تبارك وتعالى في العودة الى اشتهر الوطن هذا العمل الصالح الهدى ولذلك الله سبحانه وتعالى واش غتقم على الحجة فهموه الكلمة التي بدي اقول لكم واش غتقم على الحجة لو ان الله تبارك وتعالى ما انزل كتابا ولا ارسل رسلا واش غتقم الحجة لما غتقم حجة ما غتقم حجة دهك العهد لخداعين الله تبارك وتعال في جو من الميثاق هذا هو هذا واش هداك ارأخلت بلاء كل شيء قال بالي لان لا يكفي ربكم اسم نفس الاسم ان ارسلك ربكم الراب هنا اشعال المالي وكل مرة تصريف الاقل الخالق الاقل ودك بعض العلماء قالوا عذبنا الله تبارك وتعالى يعني بهذا العهد هذا لعذبنا وهو غير ظالمين لنا صحانه وتعالى لأنه أخذ على الميثاق وإدخذ ربك من بني آذة من دورهم ذريتهم وأشهدهم على نفسهم ألسوا بربكم؟ قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا أن تقولوا أي لألا تقولوا أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل كنا إلى آخرين يعني ما كاش ولكن شوف قالوا من فضل الله ورحمته وشعني وش وجودي على علينا أنزلاش الكتب وأرسل علاش لي يذكرون بهذا الميثاق الذي أخذه الله تبارك وتعالى علينا اذكرون بهذا الميثاق هذا ولذلك ما من نبي أرسل إلا وياش أرسل من أجل ماذا؟ لا إله إلا الله ولقد بعثنا في كل أمة الرسولة ياش أنوا عبدوا الله واشتنبوا الطاوت هذه هي الواضفة دي الأنبياء كلهم إذلك حتى نعود إلى الوطن الأول وهو يعني الجنة فلا بداش أن نحقق ماذا؟ يعني هذا الشرط لهو ماذا؟ اتباع الهدى واتباع الهدى هو القرآن والسنة بفهم سلاف الأمة أرسل من أن يقول لكم مرة ما هي أدى هو الهدى الهدى هو القرآن والسنة بفهم سلاف الأمة أرسل من أن يقول لكم لماذا يقول لكم القيد لماذا تزيد لكم القيد لماذا القيد فهم سلاف الأمة هل القرآن ده بأهل القرآن يبقى في اسموها القضية القرآن والسنة نستطيع أن نستنبط منه الأحكام أنا نعديك آية مثلا واش تقدر أنت أتملك آلات وأدوات حتى تستنبط منها الأحكام الجواب لا لا تستطيع إلا إذا ما لا اكتمنى الألات كالإمام ملك رحمه الله كأحمد الشفعي كالإمام البخاري رحمه الله وهكذا أما نعطيك حديث ممكن تستلم منه مثلا حكم من الأحكام لا لا تستطيع وحنا كيقول هذا أي ما دوننا لأي ما العلماء يتبعوا ياش يتبعوا ماذا الصحابة حنا كيقول مثلا كي يجب فهم مسافة للأمة هو الأسل للفقة مثلا الشفعي رحمه الله أول من وضعه علم أصول الفقه والشفعي رحمه الله أول موضوع الشفعي بناء على ماذا علاش بناء شفعي رحمه الله بالقضرة يعني هذا العلم علاش تصرفات تعامل الصحابة مع النصوص تعامل الصحابة تعامل الصحابة النصوص نصوص صحابة مع النصوص حول الصحابة تعالي انا عربون اقحع كيف هموا الكلام كيف هموا واش الله فدعام واش الله فدخال كيف فاهمين وماتشي جدا احتمتنا هذه اللغة العربية اللي كانت نتكلمون احنا بيها ده بالان اراه ميش من احنا ميش ده ميش ده ميش من احنا ققول لاش وقد دل استقراء واش عندي كلام العربي على ان الفاعلة انا ما مرفع وعلى ان نفعل به وقد دل استقراء كيف استقراء العرب استقراء العلماء ايش كلام العرب تلقوا منك يجيبوا الفاعل وكيف يرفعوا انك يرفعوا عليك المفرات كيف يرفع عليك الجامعة كيف يرفع عليك المؤنات كل احد باش كيف يرفع عليك العلماء هذا من جهوداتهم مش العمل سهل والله ليس بالعمل سهل وقد دل كاللاش باش كل المدكة العلماء مطرحوا عليهم انا بدلوا واحد اخي ده ما عني لا نظير لها وده الله العظيم وتقرؤوا ده بانتو سيدي ده مقرؤوا يعني الواحد المبحث من ما باحث مثلا عني اصول فيقه ولا من ما باحث مثلا يعني اللغة العربية غير الفاعل غير الفاعل شوفك هش قول العلماء غير الفاعل كيف يقول 해 ده ما تقرأ له قبل الأجرمية غير الفاعل فاعل 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 شوفك هش قول العلماء ما شبال الخ دي؟ اصول أصول الأجرمية هذه الدرجة هذه الدرجة المعلمة لاقطة لأولادي قم بتطلقها قم بتطلق اللغة العربية اه بحرا لا ساهل لها لا ساهل لها أنا اللي بنت أقول لكم الهدى هو ماذا هو الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة ما شك الله تبارك وتعالى ومن يشاق الرسولة من بعد ما تبين الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولي نصلمون وسائل مصيرا وخا النص وعلى القضية النص يقصدون بإما من كتاب الله وإما من السنة هذا هو النص جاك نتا ما الذي يوصل لك بعد ذلك من أوصله إليك الأماناء اللي هما الصحابة هم وصلوا لك نعم بسم الله زي ما كنت تقول ليا ما فهموه شو الله يجدين تا قد تخرج أحكام كده كده لم يعرف هالأولون على سبيل المثال على سبيل المثال مجتمع قومون في بيتين من بيوت الله يتلون كتاب الله وعتدوا رسولهم ومعينهم الله احفدوا الملائكة إلى أخي الحديد مجتمع قومون جاء واحد قال لك ودي مجتمع قال لك ودي هالهيئة التي يفعلها بعض الناس اليوم هي المقصودة هذا الحديد هذا يعني الصح هو هالهيئة يجتمع الناس ويقرأون القرآن بصوتين وحيدين هكذا وبجغ الحرف كان غير مش غلا حرف والله العظيم ولا 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 قوة إلا إلا بلا مزيئة من أين أخذت قال لك ودي فيه يتلون كتاب الله يتلو قال لك الجامعة ذلك أخويا لأن أحيانا نراها اللغة العربية لا تسعفك أحيانا فيها شفيش في أن تقف على المعنى المراض نقول لك اللغة العربية نحن قال اللغة العربية هي وسيلة الوسيلة عظيمة ولكن أحيانا لا تسعفك كيفاش من نزل قوله وتبرك وتعالى فأي الفريقين أحقوا بالأمن إن كنتم تعلمون الذين أمنوا ولم يتبسوا إما من بالظلمين ولا أكلهم الأمن وهم تذبون خذ اذكرنا اذكرنا هذه يريد أن أقول لكم أنا الأوخا هم العرب هم العرب الصحابة هم العرب يا أشنفهم فهموا العموم الخادية ويقول لهم ألم يقل عبد الصالح لابنه يا بني هذا الرجل العظيم يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لا ظلم عظيم معنى الظلم في أي هو هو تشرك بالله وعندك قال بعض العلماء ولولا بيان النبي صلى الله عليه وسلم لهذا لمهتد الناس إلى وجه الحق فيها وإدخال اللغة العربية ولكن كان واحد اللغة هي أسمى وأرقى هي لغة الشرعي لأن لأن يجب على المرات استعملتها العرب لمعنى من المعاني ثم جاء الشرع فاستعملها لمعنى غير كمان أدو درماني المفلس دا المفلس هنقول لمعنى حتى الفلس العملت هم الدينار والديرهم والفلس النحاس يعني هدو هدو ملكيني من المفلس من المفلس ملا متى على ولا 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 مفلس من يأتي من القيمة بكذا الحديث مفلس درماني ما هو الحديث في الحديث في صحة المسلم من الرقوب الرقوب دا بالرقوب كلمة رقوب هاللفظ استعمالتها العرب هدو اللفظ استعمالتها لمعنى من المعنى احترد لي واحد لمعنى شكون لمن قال رجل الذي لا يولد له رجل حزين لانه لا يولد ما عنده مساكين ما عنده حزين لان ما عنده الولاد رقوب حزين لهذا السبب هذا ولي قال لهم الرسول العزام لا الرقوب من ولد له ولم يموت من ولده رحمك الله يعني اللي يحتسب او كما قال عليه صلى عنده الدراري هو عنده الدراري وما مات لي حزين الدراري لك يحتسب الله عز و جل لا أما في شرع لما عنده ولكن في اللغة العربية لما عنده الدراري ولكن لم مات شي واحد بش يحتسب لك حزب هذا هو هذا هذا انت مش رقوب لك ساعة انت في شرع جبال القضية يعني انت حزين عندك دراري ومتلك شي واحد يعني تسمى الحقائق من الحقائق اللغويات الحقائق الشرعية حقائق بعرفية المسائل اللذي يتكرون العدام رحمه الله رحمه الله بارك و تعالى قل لي بيت نقول لكم أنا رائع ما يمكن مثلا الصحابة فهموا الصحابة هو ما يصل لك حديثنا عماس و ما يقول لكم يجتمع لبادرو أول عدد يتجمع أجيز أبو بكر و عمار يتجمع و يتجمع و يقل القرآن جماعتان بل كيفية حسن بل خاذ يعني من لي ما داروش علم أن مش هذا هو المعنى دل الحدي للرسول عليه صلى الله و إذا قيل لا أي فهمين عارض فهم الصحابة فهو فهو باطل بحل بحل مهم معنى أي فهم اللي جاء من العارض لأن الصحابة أفهم الخلق بعد النبي صلى الله إذا لا ترك إلى الدولية ولا تشغل قلبك بها فإنك لم تقلق فإنك لم تقلق لها والله العدل وصية من وصية من ذهب والله الذي لا إله غيره وصية عظيم والله لأن الناس الآن اركنوا الدنيا لا تستحق والله العظيم إلا كيف كل يعظم الدنيا حقيرة الدنيا حقيرة لكن كيف يعظم هذا لأن إنسان لا يوجد صوار عادري ولكن الناس يقولون كذا ويقرس 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 الدنيا ولذلك قال الحسن البصري والله لو لا حمق الناس لا خرب الدنيا تتخرب الدنيا لأنها لا تسويل والله لو لا حمق الناس قال غير الناس هم الذين الذين وصلوا على هذا هذا ما لا تستحق أين الأولون فين هم الأول الذين يظهروا فين هم العبرة أخذروا هذا سأل ذات العبرة وحينما يتكلم العلماء عن الدنيا وإنما يتكلم عن حرام ها ويتكلم عن ذلك الناس التي شغلتهم الدنيا عن حقوق الله وعن حق الرسول والسلام وعن حق الشرع وتلقى الإنسان لا يعرف في دينه شيئا حينما يصلي لا يعرف كيف يصلي وليس يؤخر ولكن يجل الدنيا تلقى ما ستلقى ما شاء الله يا بود ما شاء الله اجمعنا بين دنيا وبين الدين ما شاء الله عليك اجمعنا بين دنيا وبين اش اش احنا تشوف تجيك الدنيا في طريق الدين لا يصخر ولكن تجيك على حسب الدين هذا أقول منا ما تفرض أنت فالواجبات من من أجل الدنيا وش كت استهل أنت كتبيع وشري أنت كتبيع وتشتري مع الناس مزيان الله يصخر كن صادق وما تغش لأخير باش يبرق الله تبارك وتعالى لذلك مزيان ولكن حينما يؤذن أن المؤذن هو واحد تجارة من نوع آخر كنت تشري مع الخلق وده تشري مع من الخالق سبحانه وتعالى وتلك تجارة لن تبور أبدا الغسر أما هذه ممكن يخسك الحساب يقول بالله يقول يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب نريم تجارة تجارة أدلكم واش ندلكم زين أدلكم وقلوية وقلوية ونحن بينا الله يرحم موالدك الصحباء إما أن يقول بلسان المقال أو بلسان هذا الحال في قلوب علي هل أدلكم على تشارة تنجيكم من عذاب نريم أحسن زين تؤمن بالله و تؤمن بالله هو اليوم الآخر وتجارة في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلم أجيل هاتج يغفر لكم ذنبكم ويدخلكم جنات ومساكين هذا كاتب يبيع لك تبني الض أجيل هاتج ومساكين طيبة في جنات في ايضا وتنال او في ايتبهاء هذا دب أن تشوف قولها قولها واش في ايتبهاء بسما في جنات عدنين في جنات عدنين هاي شي حاجة رأي الله رأي تصور شي حاجة غالية جدا جدا غالية نيت 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 ولكن هاي حقلي هاي تجار بيعزر مع الله تبارك وتعالى ان الله اشترى من واموالهم بان لهم اشترى اشترى شرى شرى عندك شرى عندك نفسك وصرى عندك المال بان لك ماذا ربح 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 البيع يا ربح البيع ماذا هو لا صهيب صهيب الرومي لا 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 أقول ربح البيع لا صهيب الرومي ربح 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 من العرب كيف تسرق ادواء كبرت من القصة عربي صهيب الرومي ماذا يمجل المكة ودكة بيع وشركة وشركة وعند الفلوس فلما سمع اجرى من مكة إلى المدينة عرف بأن الله عظيم أرد أن اجرى فاعترضه المشركون أعطادوا للطريق قالوا جئتنا صعور لا نخاول لا تخرج من مكة ويقول لهم رأيتم إن أعطيتكم المهن أتخلون بيني وبين وجهي هكذا قال بين وجهي قالوا نعم أعطيتنا غير الفلوس شوف 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 يمكنك أن يعني محاول شوف أن لهم مع سوف صف حسنا ما يمنح أن تأسف على أن لا وإنما ربيح لا بيع بيع و تركيه و تبيع و شرم ، و تريد أن أخيره و مرحبه ، و تريد أن تطوره و تريد أن تكون تبيع و شرم ، و و تربيع و شرم ، و تباغيه ، و تريد أن أشري في الناس . وغير ، و تريد أن تحرك هؤلاء أن يكون قد نسية ihm ، و تراحبه ، و تخرجه ، و تربيع و شرم ، و تريد أن تريد أن تكون في قوة. و أظنقا أن أثنتي ، أنت تعني أن ت Gangs Mahatim . و بذلك ، winning قد نستطيع أن تخصر بك .. كيف أقوم بالتعلق هذا ؟ مع الله سبحانه وتعالى أما المنافقون فما ربيحت تجارتهم فما ربيحت تجارتهم وما كانوا مفتدين نحن نعلم ذلك على دنيا ما تكون سبب يعني تبيع عشري من أجل الجنية مزيلا لا يصخر ولكن كانت تبيع عشري مع الله تبرد أنت تريد الدار الآخرة نجعلها للذين فسادا علوا في الأرض ولا فسادا ولا عقبة لا تريد الدنيا لا تريد الدنيا لا تريد الدنيا الجنة الجنة أقصى ما يتمنى كل مسلم أقصى ما يتمنى كل مسلم هو دخول الجنة إذا كان مسروق من الأجدع كان مسروق لأنه كان سرق كان مسروق من الأجدع وكان عالم كان يصعد إلى ثلاثة واحد ثلاثة ثم يدروا بإبيره ويقوله على صوته خذمنها غالية يا أيها الناس وإنه وعد الله يحقون فلا تغرنكم من حال الدنيا ولا تغرنكم بالله هذه نصيحة أن الله تبره هو اللي خلقت الدنيا هو اللي عارفه الحقيقة عنها يعني خوذ منها ما يكفيك هاي ركس الشي اللي يكفي فقط تخرج ما تكونش بحال لك النملة اللي قد تفضي واحد اللي خلل العسل الكبيرة مشت دقت واحد 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 شوية مشت قال لك هالشي بنين هالشي وقال لي قد تقولها البلادي بلادي اخدوا واحد اخرى رجعوا اخرى و اقترب من هذه بعد مشي قد تلقي هالشي بنين هالشي قد مشت دعوا آخر و احترب قليضي قال الله اتدير اللا تغرط لدخل اتخل للدخل اللاذ يكفي فقد تخرج فلا تستطيع وقد تمهتمت لتغل في الدنياء ذو المعنى تغل في الدنياء وغسفيها والله يم يخرج منها إلا إذا شاء الله رب العالمين سبحانه وتعالى كون على هذا البيانة مصيبة بحال الله وعلا بحر بحر الله بحر ده بانتاله بحره ولكن يجب أن تكون هناك عودة السفنة كيفاش تكون أعمال صريحة والتوكل يقين الإيمان باش تنجا باش تلك فإن جوتا فاش فبفضل الله تبارك وتعالى وإن غرقت فبيدنوا بك ذلك الشافع رحمه الله تبارك وتعالى قال إن لله عبادا فطنى طلقوا الدنيا وخافوا الفتنى نظروا فيها فلما علموا أنها لست لحي وطرة جعلوها لجة واتخذوا صالحة الأعمال فيها سفنة يعني أدكيها هذو هم الأدكيها طلقوا الدنيا الطلق ثلاث ما كانت الطلق الرجعي ثلاث قال لك علاش قال لك اللي عارفين بأنه قال لك مني عارف هذه العبورة اتخذوا صالحة الأعمال فيها ماذا سفنة باش ينجا وقيل بعد أبيت قيل أنها منسوبة إلى علي بن أبي طالب أرض الله تعالى وأرضاه النفس تبكي على الدنيا وقد علمت أن السلامة فيها ترك ما فيها لا ضار الماء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها فمن بناها بخير طاب مسكنه ومن بناها بشر خاب بانيها أين الملوك التي كانت مسلطنة حتى سقاها بكأس الموت ساقيها أموالنا لدو الميرات نجمعها ودورنا لخراب الدهر لبنيها يعني أن نفسك تبكي على الدنيا عندك هذه وعندك هذه طلاف هذه تأتيك هذه عندك غير طلاف هذه غير تجيك غير تجيك هذه هذه الأسباب لها ومجي على العسل بالدين وإنما يفتريق الدين يعني نحققه الواجبات إذا نحن لم نخلق اقترسل للدنيا لم نخلقنا لدنيا لم نخلقنا لدنيا وهذا ربما هذا أرى كما قدنا عليك قال الله تبرده قال كونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبنائي يعني الدنيا يعني الله قال لي خلق الدنيا وخلقها لآخرة وخلق الدنيا وخلق ليها قال لك فكونوا أنتم من أبنائي الآخرة ولا تكونوا من أبنائي ماذا يعني أنت عندك واحد يعني يش تفكرة تفكرة بعيد كما نقول لك تفكرة بعيد آه هذا هو هذا هذا هو هذا يعني دل أعمال الصالحات وكذا وكذا بشتنجحين إن شاء الله تبارك وتعالى ومتلاقوا في جنة هذا هو كل شيء الله عزيز ماذا هو كل شيء بالتعليب التوحيد التوحيد واتباع السنة بحداثير ومجلو الصحابة يعني إنسان ما يديه في شيء عاجل لك تخلف هذا الشيء نهائيا لا يعبأ به أنت معك الله تبارك وتعالى معك الله رايش لن يضرك شيء ما يضرك وتقول أنت غير كون في صفد الله تبارك وتعالى ولا تخاف شيء وانت ركا تحفظ قولة النبي عليه الصلاة والسلام يحفظي الله آه شكرا الله ولك يتكلمي قوي ولك يملكت نيومة فيها ولك يتكلمي يقول دي غاد يحفظك غاد يحفظك الله سبحانه وتعالى واش نتعالى بق انت شك نتعالى ما بالك بيتنين الله آه كلا إنا معي ربي سيا ساهدين هما تقضي فيها العون والجنود وكذا كذا دي كل الأصحاب موسى تخلوا عمسك كذا كذا إنا لمو ده در أقول ولكن موسى اللي تقن عارف من الله معاه معي يتحفظ وما داد أنا قال لي كلا تخل تقها ومنه قال لي اضرب اضرب البحر ما تشكل اللي العصر دي اللي قلت العصر قلتشنا يا العصر وقلتشنا هما لبحر ما قالش وقال لي الله ضرب ضرب فضرب واشنو يقع فكانوا كله في القركة التوضي وصبح الله العظيم أم موسى لقيه في اليم فإن خفتي عليه فلقيه في اليم إذا خفتي لقيه في اليم خبيه إياك هذا هو اللي يخصي يعني إذا خفتي خبيه ديرش عادة ولقيه خبيه ولقي مني عظاتي بأن الله ولقيه تتكلم واش أرجع أرجع رسول شكل رضعه هي هي وحرمنا عليه ماذا ما كيف نزال أي بزولة حيث حيث الغوات كيف نزال حتى جاء سبحان خير سبحان كيف نزال صفدي الله يميخ سكوان هذا يقصي اليقين واتقاء نوح مني قال الله تبارك واتعال لماذا يصنع الفلك يعني يعني في فك يعني واش كيف نزال بحر ارجع صحيح كيف نزال اصنع هو بدك يصنع ما قال ليش اين البحر يا رب ما قال ليش يعتر لماذا يكون الكفار هم يعتر جميع المسلم يعني يقين هاجر الله امرك بطعف بطعف واش الله واش الاشي بنعدي انت ولا الله اللي امرك بطعف اذهب فلن يضيع غضب انا مهني انا مهني انا عرفت بان الله واللي امره قلت لي غير سير ما غير شي ضيع الله لا شجر لا حجر لا بشر لا طعام ونفيد الماء ومع ذلك القدرة الله تدخل الله وعش اكبر اسماعيل وصبحان الخالق نتذكره في مدل المسائل وعيش هذا الايمان عيش الجو ها اولا راحان النس حولك انا عايش للعذاب خايفين انت عايش بخير على خير حيث انت متعلق بالله كما قلوه العلاقة علاقتان علاقة فيما بينك وبين ربك وعلاقة فيما بينك وبين الناس فان اردت ان تسوي لك هذه العلاقة سوي العلاقة التي بينك وبين ربك انت قدل العلاقة ربه انك فاش سبحان الخالق وضارها يا انسان خصي اتقي بالله اليقين في الله تبارك تعالى احتى المناسبة اخرى ان شاء الله تبارك وتعالى اقول يا داو استغفر الله اهليكم استغفروه انه وغفر رحيم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد لا الى 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 صحيح والحمد لله رب العالمين وارزاكم الله خيرا على حسن اجتماعكم وقرنة بعدكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا